يقول لك خاتم سليمان ماف كذب ساي خاتم سليمان شايل لك خاتم فى ورغام اي زول شايل خاتم Fى ورغام دي علامة شر يا زول بتاع سحر يا بيد عامل مع السحر يا جاهل بالدين ماف حى الرابع رابع ماف والذي رفع السماء يا ساحر يا بيد عامل مع السحر يا جاهل بس اللقائه لبسه كذب شاف الأرغام تقول بلعب سيجة ولا صفرجة شغال شاء الله أرغام شاء الله أرغام جيب لك ألا حاسبة شاء الله أرغام ليه في أصبعك وكذا وكذا كلام فارغ ساي قالوا حك سليمان عليه السلام بعدين رب العز والجلال برأ سليمان عليه السلام من الكفر ومن السحر واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين اشنو كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر دائم تحان ودي فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزعجان كي السحر على قسمين سحر عطف وسحر صرف العطف لتقريب الزوج إلى الزوجة والعطف والصرف لتنفير الزوج من الزوجة إلى آخره دي أنواع السحر والإثنين في القرآن والسنة أما الأول العطف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى أو الرقي والتمائم والتولى شرك تولى شيء يصنعون ويزعمون أنه يقرب الزوج ويحبب الزوج إلى زوجته والعكس ده في العطف وفي الصرف وفي الصرف فيتعلمون منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما بتلقى ساحر بيسوي خير فالله كله انحقد وحسد ما في ساحر بيقدم خير انت لقاك ساحر سوى لا سحر عشان ابنه جامع ما بيمش ذاته شغله ده ما بيمش ذاته من الأزانة لو الله أكبر شياطين فارتقوا بمرقوا بر الفتحاب وبرهم بدزاتهم لكن بيسووا دائما شر تلقى الناس اللي بيستخدموا السحر يمشوا يا الواحد جاب له خروف وجايبين العقد بتاعتهم دي دائما استخدموا العقد قال واحد مرة والدتي أنا في البيت قالت لي فلانا لي قريب تمنتاشر شهر زوجها ما بقرب منا والدتي ما شئت ليهم في البيت المرة جابت جابت من دولابا سبيبا والسبيب ما لانا عقد والتلا دي سبيبا السبيبا دي ما سبيبت رجل والسبيب دي لونة حمراء قالت لينا وطبعا اما مغتية شعراء لانا شعر ما حمر اسود دي سبيبت مرة فارتكت السبيبا الله يتقبل وقريد قرآن الاخره فارتكتا والذي رفع السماء ما تم فترة الله رزق طفل الله رزقهن لانه رجعوا لي بعض سحر مجار ما يقشغالين في البلد دي سووا في الشربس والتلاك يجيبوا السحر يخدوه في خشم خروف ولا حمل يطبحوه ويدعوه في البحر ويربطوه يعني ده خلاص السولي سحر ده بكموه خلاص تلقى لا في لقض في الاكياس تتكلم معاو فطرت ولا بيشتغل بيك اتغديت ما بيشتغل بيك ذاته بكموه سوليه سحر والسحر يؤثر السحر يؤثر حتى انك ترى الشيء بخلاف حقيقته في الاصل يعني ممكن المروح دي تشوفه وقع عليك وهي ما وقع خيل اليه من سحرهم انها شنو تزعى وهي ما ابتزعى حبال لما الرماح حبال وهي الحد وقعت في الواطح حبال لكن خيل اليه من سحرهم بسبب سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى والله الآية دي من اقوى الآيات اللي بتوري ضعف السحر ناس من اضعف خلق الله ما عندون ايش الله سبحانه وتعالى تصدق القرآن قال لك ولا يفلح الساحر ولا يفلح وين في فريق معين في بلد معين لا حيث اتى محل ما يمش ومحل ما يستخدم واي وسيلة يستخدم ما بيفلح شكاة رب العز والجلال قال فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويورك ان الساحر مفسد بنص القرآن زول مفسد وزول ضعيف ما عندو ايش دارت عرفه ضعيف يتحداؤ يتحداؤ وهمش يقول الاذكار ما تمشي تلف ساي كمان ارمي لك حاجة ومبتع لقبة ارمي لك وتجي تقع فيك بعد ذاك انت تقع وترجف انت تقول الاذكار ويتحداؤ استعين بالله سبحانه وتعالى ضعيف يا اخ ان كيدا الشيطاني كان شنو ضعيفة ضعيف يرسي شياطين ومتين وتمانين ايجوا لافين جن بيتك كذلك ما يقدر يخش لك جوه ما بيت عندك قرآن بتقراه سورة البقرة كما في صيح مسلم يفر الشيطان من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه بفر بجر منه شاكاية ناس كتار بيتحدون والساحر تلقم محن لك والله انا خدامي دي الخطرين لكن ما اقدر على الزل وما بقول شياطيني لانه لو قال شياطيني الناس بيحرفوا دجال بيجروا منه ولك خدام شوفوا الناس دي بيغيروا الاسماك كيف ولك دا الخادم بتاي صدق الله ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا الله ما مهل بيديهم مهل استمتع بعضنا ببعض الجن بيستمتع بالانس لانه اندل بالزللوليهن لانه بيكفر بالله ولانه الشيطان دائر من بني آدم الكفر ليخلدوا معه في النار ان الشيطان لكم عدوهم فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير والساحر بيستمتع بالشياطين لانه بيخدموه جيبها القروشة الفلانية فر رجر وجوه ده در فلان در علان در كذا ويتفاخروا بيه واحد من اخوانا الافاضل نحسب والله حسيب من منطقة السوكي السوكي هناك ايوه جم سنار والسوكي كعامة البلاد يعني منهم محسن ومنهم ظالم لنفسي مبين زي بلاد يعني قال لي من منطقتنا قال لي هناك بيفتخروا بالسحر ولقى عملت الافلان عمل لما مات كتلتوا بيه يعملوا عمل يجننوا لانه داك ما بيتحصن وده يبتلع يخلي لها في يقع من كبري يهبش لكهرباء من غير ما هيشعر لانه خلاص يتضايق لانه شياطين يتضايقوا ويصحى نوص الليل يقول لك حاجة هزتني ويصحى كذا يقول لك انا ما مرتاح في الحياة دي واحد في منطقة كريتي يسمع جمدني قال ليه زول طلق مرته واشهيت ليه قلت ليه طلقتها ليه قالوا والله المرة دي بخش على بشوف احمار عديل بيض نيوه حمار خشو حمار قال قلتاني دا ما سعر اقسم بالذي رفع اسمه موسى عمنا موسى الله يحفظ انها ما شقره ولا ما عارف يصرفه الله رجعه بلاه يا اخ نازل شغالين افساد في الارض بعدين السحرة دي الاجماعة ما بساط كتير من الطلاقات ما عندها سبب طلقت مرتك ليه يقول لك ما بتعارف تدبخ زي الناس بس بيطلقها به كذي وانت يوم على الارض جايب لك تباخلي يقول لك فاركت عليه يقول لك والله بس بس هجمنا ما مرتاح مضايق سحر كتير ساوين لهم سحر كتير اخوان اكرهوا بعض يقول لك انا مما اشوف فلان دا بفور اكون مرتاح بس مما اشوف افور لنساوين لهم سحر فالناس يا جماعة يتحصن والناس تقرأ القرآن والناس تلجأ الى الله القوي العظيم سبحانه وتعالى يكسر كيد النازل اسم جار ما يا اخي واحد تلقى الليل كله بذلينهم مع اولاده ساحر تلقى اللافي في البحر من شيطان لشيطان بسوله شنو ما بحرف عن الشيطان لا في معاهم ويجو كذا اطبح الخروف ما يسمى الله سبحانه وتعالى ويجيب المرأة هاو كذا وكا نطي تنط الخروف والدم كبه في جردل دم في جردل دار تعمل باشنو تذكر كذي دار تسوي باشنو كلها بلاو يا جماعة ومصائب واشياء سحر في البلد دي هسأوا الله العافية وناس كتار مضايقين واحد والذي رفع السماء التصل بي من فرنسا قال لين من الجزائر قال واحد من الدولة فلانية ماذا رأذكره قال دعته للمعصية جارته في فرنسا في عمارة قالت لي تعالى فعل بي وكذا وكذا قال لي قلت له ما بفعل قال لي المرة دي سوى تلي سحر قال لي عندي خمستاشر جرار ما قادر اخد واحد مفتاح في عربية في قلت له الكلام ده لي وكم قال عشرة سنة قلت له اقرأ البقرة وارغي قال لي المشكلة اي ظلم شاء اقول لا ارغي لي يقول لي فلوس فلوس قروش قروش وذي زا تحيرون بجنبه برضا يا ناس اتقوا الله ادعو الله سبحانه وتعالى اقروا قرآن زول اقرأ اقرأ بالضايق في القرآن ده اقرأ قدر ما يتضايق اقرأ لمن استفرغ الشيه ده هو اللي يمرق منه وارتاح انت القرآن قدر ما تقرأ وتتضايق واصل بس واصل 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 لمن الله يفكك ترجمة نانسي قنقر